ألم يحسبوا حساب أنهم إذا غامروا بقل عددهم وعتادهم وهزموا سيموت الإسلام في مهده قد توكلوا على الله فإما نصرا مؤذر وإما فشهادة مستحقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين النبي الأمي الذي علم المتعلمين اليتيم الذي بعث الأمل في نفوس اليائسين الفقير الذي خاض سفينة العالم في خضم المحيط وبينما اعترك الأموال إلى شاطئ الله رب العالمين أما بعد قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أذنى للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع لهدمت صوامع وبيع وصروات ومساجد يذكر في هتم الله كثيرا ولينصر أن الله من ينصره إن الله لغوي عزيز الذين إما كناهم في الأرض أغاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكري ولله عاقبة الأمور هذه الآيات من صورة الحج صحيح؟ نعم من صورة الحج قل لي يا منتصر متى نزلت هذه الآيات؟ نزلت بعد هجرة المسلمين إلى المدينة بسبعة أشهر أحسنت وقبل ذلك لم يؤذن لهم بالجهاد بل كان صبر واحتساب طيب أيش تقول للمشاهدين في بداية المقطع؟ أحييهم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلوا معي اللهم آمين اللهم امصر أخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم ثبت أغدامهم واربط على غلوبهم وامصرهم على أدائك وأعدائهم اللهم لما شعثهم واجبر كسرهم ووحد صفهم اللهم داو جرحاهم وشفي مرضاهم وتغبل شهداءهم اللهم من يريد بهم أو بإسلامنا سوءا فاشغله بنفسه وارد كيده في نحله واجعل تدبيره تثميرا عليه يا رب العالمين اللهم جعل معونتك العظمى لهم سندا اللهم إن استودعناك أهلنا في غزة فلا تكلهم إلى أنفسهم أو إلى أحد من خلقك طرفة عين وكلهم إليك وحدك لا شريك لك يا رب العالمين فإنك نعم المولى ونعم النصير وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وصلي وسلم على سيدنا محمد وماذا فعل رسول الله بعد نزول آيات الجهاد التي ذكرتها أخذ يجهز أصحابه للجهاد فمن كان قائد أول سرية في الإسلام حمزة بن عبد المطالب رضي الله عنه وكم عددهم في أول سرية ثلاثون رجلا وماذا كان هدفهم اعتراض قافلة قريش ولماذا يريدون اعتراض قافلة قريش يريدون الرج على مشركين قريش الذين أخذوا أموال المهاجرين بعد هجرتهم إلى المدينة أحسنت فقد استولى المشركين على أملاك المسلمين بعد هجرتهم حتى إن بيت رسول الله من استولى عليه عقيلة بن أبي طالب ومن كان على رأس القافلة في ذلك اليوم أبو جهل وكم عدد المشركين مع أبو جهل في القافلة ثلاثمائة رجل يعني ثلاثين مقابل ثلاثمائة وهل اشتبكوا الفريقين بعد اعتراض القافلة لا فقد تدخل مجدي بن عمرو وأنهى القتال بحجة أن قتالكم في أرضي أحسنت وقد أثنى رسول الله على صنيعه هذا ومن كان قائد ثاني سرية في الإسلام عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه وما هي صدته برسول الله ابن عمل وكم عدد المسلمين الذين كانوا مع عبيدة في هذه السرية ثمانون رجلا وما الهدف في هذه المرة نفس الهدف الأول اعتراض قافلة قريش ومن كان على رأس قافلة قريش في هذه المرة أبو سفيان وكم عدد المشركين مع أبو سفيان في القافلة مائتين رجل يعني ثمانين مسلم مقابل مائتين مشرك وهل اشتبكوا نعم اشتبكوا بالنبال فمن رمى أول سهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وماذا كانت نتيجة هذا الاشتباك فرى أبو سفيان بالقافلة وكم جهز رسول الله من الغزوات والسراية في العام الأول من نزول الآيات والإذن بالجهاد؟ ثلاث غزوات وست سراية وما الفرق بين الغزوة والسرية؟ الغزوة هي التي خرج فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقتال بنفسه والسرية هي التي أمر بها ولم يخرج فيها أحسنت وما سبب غزوة بدر الكبرى؟ اعتراض المسلمين لقافلة قريش ومن كان على رأس القافلة؟ أبو سفيان وما الذي حدث له ولقافلته؟ نجى وفرى بالقافلة وماذا فعل قبل أن ينجو؟ أرسل يطلب المدد من قريش وهل خرجوا مشركين قريش لنجدتهم؟ نعم خرجوا بكامل عدتهم وعتادهم وكيف كانت نهاية هذا الأمر؟ حدثت غزوة بدر الكبرى فكم كان عدد المشركين في غزوة بدر الكبرى؟ 1300 رجل وكم فرس لدي المشركين؟ 200 فرس وكم لديهم من الإبل؟ 700 من الإبل ومن خرج مع المشركين أيضا؟ خرجوا معهم المقنيين والمقنيات ليحمسوهم للقتال وبالمقابل كم كان عدد المسلمين؟ 313 رجل وكم فرس لديهم؟ لديهم فرسين فقط وكم من الإبل لديهم؟ 70 من الإبل وماذا كانت نية رسول الله وأصحابه عند خروجهم إلى بدر؟ كانوا يطلبون قافلة قريش وهل انسحب رسول الله وأصحابه عندما رأوا أن جيش المشركين أكبر من جيشهم بأضعاف؟ لا وهل كانوا محاصرين أم كانت لديهم الفرصة بالانسحاب؟ لم يكونوا محاصرين بل كانوا في سعة من أمرهم إما الحرب وإما الانسحاب ولماذا لم ينسحبوا ويجهزوا أنفسهم ثم يعيدوا القرى مرة أخرى؟ لأنهم يعلمون أن النصر من عند الله أحسنت وإنما العدة والعتاد هي من الأسباب التي يمكن الاستغناء عنها إن لم توجد فمن خرج من المشركين للمبارزة قبل بدء المعركة؟ أتبه بالربيعة وشيبه بالربيعة والوليد بن أتبه ومن خرج من المسلمين لمبارزتهم؟ حمزة بن عبد المطلب وعلي بن عبد الطالب وعبيد بن الحارسة رضي الله عنهم ومن انتصر في المبارزة؟ انتصر حمزة وعلي بن أبي طالب وعبيد بن الحارسة رضي الله عنهم أحسنت وقد جرح عبيده وأستشهد في طريقة عودتهم إلى المدينة وكيف كانت تحسب هذه الغزوة بين العرب في ذلك الوقت؟ حسبت على أن الذي سيكون بعدها لن يكون كالذي كان قبلها وكيف ذلك؟ ذلك لأن غزوة بدر الكبرى كانت إعلاناً عملياً لتأسيس دولة الإسلام في المدينة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولمن كان النصر في هذه الغزوة؟ لله ولرسوله وللمؤمنين وكم عدد قتل المشركين فيها؟ سبعين رجل وكم عدد أسراهم؟ سبعين رجل أذكر بعض أشراف قريش الذين قتلوا في هذه الغزوة؟ أبو جهل وعمليه بين خلفوا عتباب الربيعة وغيرهم كثير أحسنت وكم استشهد من المسلمين؟ أرباطعشر شهيد كانوا ستة من المهاجرين وثمانية؟ من الأنصار طيب يا منصر قلت إن المسلمين خرجوا يطلبون القافلة ولم ينوون القتال نعم وقلت أنهم لم يتوقعوا أنها ستدار معركة نعم هذا يعني أنهم لم يكونوا أغل عدد وعدة فحسب بل حتى أنهم لم يحسبوا في خطتهم إنها ستحدث معركة نعم فعلى ماذا اعتمد المسلمين في قتالهم الغير متكافئ؟ اعتمدوا على معونة الله العظمى وما نتيجة توكلهم على الله والاعتماد عليه؟ نزلوا ألفا من الملائكة يغاتلون معهم بقيادة جبريل عليه السلام وما هو الدليل؟ قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تستقيثون ربكم فاستجاب لكم عني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم طيب قل لي يا منتصر هرع المسلمون الملائكة في صفوفهم قبل بدء المعركة حتى تطمئن قلوبهم؟ لا بل صدق الله ورسوله أحسنت وقد كانوا بعد المعركة ينظرون إلى قتل المشركين فيميزون الذين قتلوا بفعلهم والذين قتلوا بفعل الملائكة طيب هل كان هناك مسلمين غيرهم في بقاع الأرض؟ لا ألم يحسبوا حساب أنهم إذا غامروا بقل عددهم وعتادهم وهزموا سيموت الإسلام في مهده؟ قد توكلوا على الله فإما نصرا مؤذر وإما فشهادة مستحقة ولا بأس أن ينتهي الإسلام إذا هزموا وقتلوا لقد انتصروا بفضل الله ولو هزموا في معركتهم تلك لبعث الله من ينوب عنهم فالمهم هو السير وأن الوصول يختاره الله لمن يشاء من عباده أحسنت ومع ذلك قد انتصروا واختارهم الله لعزة هذا الإسلام ونصلت رسالته فصلى الله وسلم على سيدنا محمد ورضي الله عن أصحابه شكرا شكرا